ولكن هناك سبعة أسباب تجعل الانتخابات الرئاسية الأمريكية صعبة التوقع بحسب الكاتب ديفيد بايلر في الواشنطن بوست أول سبب هو استحالة معرفة رد فعل الناخبين بالمقارنة مع الانتخابات السابقة وذلك لوجود وباء يخيم على هذه الانتخابات ثانيا هو تقدير أو تدمير كورونا للاقتصاد الأمريكي وهو بالتالي أمر سيء على الموظفين الذين لا يمكن حسبان تصرفاتهم إضافة إلى موجة الاحتجاجات المستمرة لأشهر والتي تركت أثارا على مشاعر المشاركين وغير المشاركين فيها السبب الرابع هو فقدان الناس الثقة في المؤسسات الأمريكية بحسب استطلاعات الرأي بما في ذلك الشرطة والجيش خامسا هو تراجع الرضا العام عن الاتجاه الذي تسلكه البلاد دون اتفاق عن المسؤول عنه وذلك بحسب استطلاع لمؤسسة جالوب سادسا هو تحول صندوق البريد لصندوق الاقتراع حيث سيدل الأمريكيون بأصواتهم في رسائل بسبب الإجراءات المشددة بخصوص كورونا السبب الأخير هو الصعود الذي بدأ متأخرا لأسهم ترامب في استطلاعات الرأي وهو أمر يشير لاحتمالية التغير مسار السباق الرئاسية الرأسية شكرا شكرا